يوم جديد ومجموعة أخبار جداد رح نمر عليها سريعاً بجولتنا اليومية يلي صارت جاهزة لحتى نروح سوا بداية سريعة على عالم الفنانين المشاهير العرب والعالميين يسعد أوقاتكم بداية الحلقة حتكون محلية بامتياز وعند خبر انتشر على السوشال ميديا بشكل كتير كبير وبيحكي عن أحد أهم مؤسسي لدراما السورية يلي أخرج العديد من الأعمال الهامة والباقية بالذاكرة العربية والسورية نقلت مصادر صحفية بالساعات الأخيرة الماضية خبر تعرض المخرج الكبير هشام شربتجي لجلطة دماغية مفاجئة نقل على إثر لقسم العناية المركزة وبانتظار تقييم الحالة الصحية لإله على أمل تجاوز مرحلة الخطر المخرجة رشاش شربتجي بنته علقت على الموضوع وأكدت أن وضع والدة صحي دقيق وطلبت من المتابعين الدعاء لإله لتجاوز هالمحنة الصحبة بحسب ما وصفتها وعلقت والدي حبيبي سندي وشيخ كار المخرجين بيحتاج لدعواتكم هشام شربتجي بالعناية المشددة ووضعه دقيق نتمنى من الله أنه يتجاوز هالمحنة الصعبة بخير وسلامة على أمل أنه يرجع لمحبينه قريبا بصحة وخير وعافية واتفعل لكتار من الفنانين مع هالخبر ومن أنسل فواخرجي وأمل عرفة يلي كمان نزلوا بوستات وتمنوله أنه يقوم من هالوعكة الصحية بخير وسلامة آخر ظهور لشربتجي كان خلال زيارته لموقع تصوير عمل بنته بحارة الإباء من بعد ما كان نبتعد عن الأضواء إراديا من سنوات لتفرغه لكتابة قصة حياته بشكل روائي خلونا نشوف أحد أعماله ونرجع الله يرضى عليك ووز إيدك ركسي وعين أنا بس العيني باللحمة اسمعي أبا هندن فلا تعجل علينا أبا هندن فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك من اليقين سكابة يا دموع العين سكابة تعي وحديك ولا تجي مع حاد هدابة ورح أنتقل بخبري الثاني لعند فنانك أنصر لفترة غايبة عن الساحة الغنائية ولكن شكلها عم بتوجه رسالة لمحبينها وعم تبرر من خلالها بعدة وتشرح ظروفها فطرحت الفنانة فل الجزائرية أغنية جديدة بعنوان بتأسف على التأخير على يوتيوب واعتبر البعض بمثابة تبرير لتأخرة بطرح أعمال جديدة أو البعض حتى الأغنية من نوع الطرب الشعبي وهي من كلمات محمد الجمال وألحان شريف اسماعيل خلونا نسمعه ونرجع من بعد أسبوع على طرح ألبوم يفتني أعلن الفنان المصري محمد حمائي عبر صبحته الخاصة على السوشال ميديا استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان نادانا وكتب محمد استن أغنية نادانا أول بونستراك من ألبوم يافتني وأثار هالخبر إعجاب المتابعين وفرحتهم خاصة أن الألبوم حقق نسب مشاهدة عالية على يوتيوب وتضمن 14 أغنية تعاون من خلالهم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين منهم أميرة عامة عزيز الشافعي تومة وغيرهم وختم جولت اليوم من فن نيوز من عند فنان كان اسمه تريند بالفترة الماضية بسبب بعض المشاكل يلي دارت حوله فمن بعد ما شوق سيف نبيل المتابعين لأغنية الجديدة ونشرت تيزر وعلق حصريا أغنية عالمية اسمعوا على قناتي الرسمية على يوتيوب بالفعل نزل سيف نبيل عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كشف من خلاله طرح أغنية الجديدة عالمية وصور سيف الأغنية كفيديو كليب مع المخرج اللبناني دان حدد وهي من كلمات محمد الواصف وألحان سيف نبيل أما التوزيع فكان لعمار الصبغ يلا نسمعه ونرجع هاي كانت كل أخباري لليوم ولهم بتكون جولتنا الفنية خلصت أنا هلا رح ودعكم وبشوفكم بكرة بنفس الوقت وأخبار جديدة باي باي اشتركوا في القناة